هذه تجربة مذهلة ما توقعت أبداً أني أسويها في أي وقت قريب أتكلم عن أني ألعب 8K 60 إطار في الثانية اللي شفته هنا شيء مذهل بمعنى الكلمة طبعاً اليوم الاستعراض اللي بنوريكم إياه هو الكرت Zotac RTX 3090 أقوى كرت جرافيكس في العالم أنسوا الثري ايتي يوم قلنا لكم فعلاً هو أقوى كرت الآن هذا جاكس الرأس وتكسير يسوي أشياء ما كنا نتخيلها أبداً ولا تجي على البال اليوم هذا استعراض جيمينج مهتمين تعرفون أكثر عن التلفزيون هذا اللي وراي لأننا متأكد ما في ناس كتير عندها تلفزيونات 8K يعني أعداد قليلة جداً ناس سبشة الأوي على قلتهم فإذا أنتم مهتمين بالتلفزيون الـ 8K هذا طبعاً تجربتنا بتكون على تلفزيون LG OLED 8K هذا من السيقناتشر سيريس حق LG شيء فخم جداً إذا تريدون تعرفون تفاصيل أكثر عننا تقنياً أنصحكم بيكون فيه فيديو ثاني الآن موجود في قناة إلكتروني تفرجوا عليه فيه تفاصيل تقنية جداً التجربة اللي بتكون بالفيديو هذا بتركز على الألعاب كيف تظهر على الـ 8K OLED شيء يفوق الخيال طبعاً عشان تلعب 8K بالكرت RTX 3090 تحتاج هذا الكرت كيت هو الأساس ما راح نسوي أي تجارب 4K لأن بصراحة تجارب 4K على الكرت هذا مضعت وقت لأنه خلق لشيء أعلى من كذا نتكلم عن الـ 8K عندنا الـ LG OLED ZX هنا راح نجرب عليه طبعاً هو في HDMI 2.1 يدعم الـ refresh rate بس طبعاً دقة 8K حالياً تشتغل حد 60 إطارة الآن أنا جالس ألعب دوم وراء هذه مو بصورة ولا فيديو شوفوا أنا اللي أتحرك أنا اللي ألعب أنا اللي ألعب هذا حقيقي يا شباب ولو تشوفون معاي يعني أنا أتكلم الدقة 8K شيء خرافي يعني لو نقرب لأي تفاصيل صغيرة موجودة في الصورة سواء على السلاح هنا على الأرض في الخلفية الدقة تطلع كل شيء بشكل خرافي غير كذا المؤثرات كلها شغالة أنا ماني بقعد أضحي بأي شيء كله الإعدادات على أعلى شيء النار اللي موجودة في الخلفية قاعد ينزل من فوق زي التراب أو الغبار قاعد يطلع بخار من تحت الأرض شيء خرافي الحركة أنا بلعب شوي الآن وأنا قاعد أتكلم طبعا الشيء اللي بقول لكم ياهو وشو اللعبة هذه قاعدة تشتغل معي 60 إطار في الثانية 60 إطار ثابتة يا جماعة ما هي قاعدة تتحرك 60 إطار ثابتة يعني ما شاء الله أداء ما كنت تتوقعه يعني أنا قلت يمكن 8K قصدي يبدأ زي 4K نبدأ بثلاثين إطار وبعدين نطلع منها لكن أننا من البداية نشغل 8K 60 إطار شيء صراحة يفوق الخيال وخلوني أعطيكم نقطة مهمة اللعبة اللي جالسة ألعبه أنا هنا طيب 8K Native إيش يعني 8K Native يعني هذه دقة 8K حقيقية ما هي عبسكيل ما هي بشي يعني محاكاة للـ 8K لا هذه دقة 8K حقيقية بكل شيء مرعب فيها صراحة يعني شيء خرافي صراحة اللي قاعد ألعبه الآن في دوم الآن التجربة الثانية بتكون لعبة كنترول طبعا هذه اللعبة تدعم تقنية نفيديو الجديدة DLSS فعلتها من اللعبة اللعبة شو تسوي تشغلك دقة أقل من 8K بس ترفع لك إياها إلى 8K بطريقة رهيبة ونفيديو أورتنا كيف هذه الطريقة تخليك أصلا نشغل الألعاب بأداء أفضل من أنك تشغلها على 8K حقيقي فمن الألعاب التي تدعم هذه كنترول وأيضا لعبة Death Stranding طبعا كنترول من الأشياء الرهيبة التي فيها أنها تدعم Ray Tracing تقنية جديدة موجودة في الجيل الجديد من الألعاب ويعني موجودة في هذه اللعبة ونحن نشغلها 8K حاليا لو تشوفون الدقة معي الترفيزيون رهيبة طبعا مو نفس سرعة إطارات دوم دوم صراحة عليها أوبتميزيشن غير طبيعي نحن نلعب هنا أقرب للثلاثين إطار لكن طالعة الدقة رهيبة حتى مع تقنية DLSS التي هي أصلا هي اللي سامحة لنا أن نلعب هذه اللعبة كنترول وبهذا الشكل الرائع التجربة التالية خرافية خرافية فورزا 8K تشوفون يعني معدل إطارات صغيرة فوق على الشاشة لكن يعني ستين ينزل تحت ستين شوي ها ثمانية وخمسين سبعة وخمسين شيء خرافي فورزا هورايزن فور على 8K طبعا لأن التلفزيون هذا الالجي أوليد فيه تعاون بينهم وبين انفيديا فهو يدعم الجي سينك الجي سينك شغال فعشان كذا أنا ما أشوف أي طقطيع في الإطارات وطال اللعبة بشكل مذهل طبعا أنا سمعت من تجارب بعض الإعلاميين للآخرين أنه اللعبة فيه ظروف يعني لما تدخل على الأجواء اللي فيها ثلج وعواصف وكذا وتبدأ تزيد المؤثرات على الشاشة رح تنزل في معدل الإطارات شوي تحت الستين لكن يبقى شيء مذهل يبقى شيء مذهل أنه يعني في الوضعية الحالية أنا جالس ألعب ستين إطار و 8K دقة 8K خرافية على هذا التلفزيون طبعا لعبة فورزا هورايزن فور من الألعاب القديرة اللي موجودة على البي سي حاليا اللي تدعم دقة 8K بشكل نيتف يعني هذه مش محاكاة ولا شيء هذا 8K حقيقي وشغال ستين إطار في الثانية شيء من وحي الخيال يعني أنا عارف أنه قد ما أشرح لكم ما رح تكون مشابهة للجودة أو يعني الجمال اللي رح تشوفونا لو تشوفونا قدامكم زيه شيء رهيب جدا يعني طبعا هذه بداية لعبة فورزا هو يجرب لي الأجواء المختلفة بفورزا هورايزن فور طلعني من الخريف واللحين دخلني على الشتاء تغيرت انواع السيارات نشوف الآن كيف طالع معنا شيء شيء رهيب طبعا نزلت معددات الإطارات في الثلج شوي بس لسه باقيين يعني في الخمسة وخمسين يعني شيء رهيب شيء رهيب جدا 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 طيب أنا بختم مع لعبة ثانية تستخدم تقنية DLSS من انفيديا على كرت الRTX-3090 والتي هي Death Stranding اللعبة بال8K طالعة خرافية معنى تستخدم DLSS ودعها رهيب أدعها 60 إطارها ينزل حبة إطارة وإطارين يعني يوصل تسعة وخمسين ثمانية وخمسين لكن لما تقرب للشاشة هذه والطالعه أقسم بالله ودك تلمسه يعني حتى لو شوفون يعني لو أقرب للشنطة اللي شايلها سام التفاصيل اللي فيها غير طبيعية غير طبيعية والله هذا عالم ثاني من اللعب يعني حتى لما تشوف رهابة الجرافيكس يعني هذا الجرافيكس اللي بالعادة يخلي جهازك يخبص يخلي جهازك يقفل يعلق اللعبة تضرب لكن هنا أنا قادر أشوفها وقدر أحرك أحرك ستين إطار يا جماعة قادر ألعب ستين إطار والله العظيم يعني ما أفش أقول لكم بصراحة كرت ARTX 3090 كرت رهيب دخلك عالم 8K عالم 8K صغير الحين لسه ما في أشياء كثيرة لأكل الأشياء الموجودة خصوصا لو كان عندك شاشة OLED 8K هذا يعني عالم ثاني برضو يعني يعني كمبنيشن كده رهيب أوكي عالم 8K خرافي لسه بدايته حنا الكرت غالي الشاشة هذي غالية كل شيء هو تكلفة عالية جدا الدخول فيه لكن شيء رهيب بمعنى الكلمة أداء استثنائي شيء من وحي الخيال 8K gaming يعني الفور كي كان قفزة الـ HD وقتها كان قفزة 8Kğin pall — استمتعت باللحظات عادي أن يأخذ معي لبيت ننشوف نتفاهمтовили بالامراء شيء رهيب بمعنى الكلمة أتمنى السمتعته بالاستعراض لا نريد أن نستعرض الكرت بطريقة تقنية يعني يعني عليه bike ستديك أداء أفضل في ألعاب الفور كيم من الكرت Ray God ivable لكن الأداء ما بين 8He вес و means خمسة عشر بالمية أفضل ما هو شيء يعني يسوى فرق السعر لكن إذا أنت جاهز للـ 8K GAMING عندك شاشة رهيبة زي الـ LG OLED ZX مستعد تدخل هذا العالم خذ الـ RTX 3090 لأنه يعني فعلا فعلا تجربة استثناعية وهي حاليا لأشخاص معينين فقط واشخاص مميزين أتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم فيديو سوينا فيه تجربة غير مسبوقة وهي أن نجرب شاشات الـ 8K أرجع وعيد وكرر إذا أريدكم تعرفون أكثر بشكل تقني عن الشاشة روحوا قناة إلكتروني في أشياء أكثر لكن هذا الفيديو كان مخصص لتجربة كيلت الـ RTX 3090 أشكر زوتك مرة ثانية اللي عطتنا الكيرت عشان نقدر نسوي هذه التجربة الخرافية أعطيكم العافية أنتو على المتابعة كالعادة ومع السلامة